السلام عليكم لبنات أمهات والمتتبعات ديولي كاملين كديري اللبس عليكم كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف يا ربي مع فيديو جديد فهذا الفيديو هذا جيتكم باقتراحات القود دي سهلين اقتصاديين وكيحيدوا عليك الحيرة ديال كل نهار صراحة بالخصوص الغضاء القود دي كان حير وليان نفس الحاجة كتتعود كل نهار فكل نهار شنو غنديرو شنو غنديرو أنا في هذا الفيديو هذا جبت لك اقتراحات ديالأسبوع كامل وجديه من نهار اثنين غايبقوا عندك حتى الجمعة هاتشي اللي يدرت حتى أنا وجدتم بنهار اثنين وكيبقوا عندك كل مرة كتصفت مع وليداتك شي حاجة كينفعوك هاكايا الساهلين اقتصاديين كيوجدوا بالزربة ما كيشدوش الوقت نهائيا تقدري في الساعة اللخرة ديالنهار توجدي فيها هاتشي كامل إلا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو ليا جيمة البنات خليوا لايك الفيديو كتبوو ليا في كومنتر اي حاجة تبغيو تخليوها ليا كتبوها ليا في كومنتر وهناي الاقتراح الليولة البنات بسبوثة اللي كتجيب واحد الكريمة الليديدة واحد الكريمة ماشي كريمة البنات هو بحسوس تقيل كيبقى هاكايا كتجي رائع جدا بسبوثة اللي خفيفة وبحجم عائلي ومادق رائع زينتها هنايا بالصوص ديالشوكولات وشوية ديالقرقاع كتزينوا بدك شي اللي توفر ليكم اقتراح لي السهل وكي نفع بزاك والاقتراح الثاني يا البنات هما هاد الماضلين ولا البانكيك ولا مينيكيك تقدروا تسميهم اللي بغيتوا ولا كرة كيجيوا في الماضاق واعرين وحتى الشكل ديالهم كيجي مختلف وبالخصوص اللي عنده وليدات صغار دروري كتبغي تصيف طمعهم شي حاجة بحال هاد الشي رائع كينفع وهنايا يا البنات هاد الفطائر هادو اللي بلابيض بلاحلي بغير بالماء كيجيوا خفاف بحال الريتا وكيجي الماضاق ديالهم واعر الفطور هنا لبنات البستبوسة كيجي خفيفة بزاف غير بكاس واحد ديال سميدة تبارك الله كيجي بحجم عائلي وماضاق اللي رائع مينيكيك لي كي نفعو الوليدات وحتى الكبار هاكايا الفطور كيجي وزوينين وخفاف بزاف وشكل ديالهم غير مألوف هاكايا مختلف وزوين وكيفتح الشهيل واليدات هاكايا يياكلوهم وهنايا هاد الفطائر هادو اللي خفافين غير بالماء بلاحلي بلابيض كيجي الماضاق ديالهم ووعر والخفة كيجي وخفاف بزاف وزوينين اقتراحات اللي غادي نعجبوكم وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم وخليوا جيم الفيديو يلاعجبكم مهم هنا يا البنات قبل ما نبدأ معكم الاقتراحات ديالياليوما جيت نشارك معكم ان شاء الله هاد الطلبية هادي اللي وصلتني من موقع وادوكس موقع وادوكس راولا دبا تبارك الله غاني على التعريف موقع اللي كيبيعو في قاعدك شي اي حاجات قدروا تحتاجوها في الكوزينة ديالكم غتلقاوها عند موقع وادوكس بجودة عالية وبقراربتي ديال عامين والبنات كتوصلكم حتى الباب الدار غير بعشرين درهم وكيقول لها تبارك الله هاد الموقع كينافس الاسواق تجارية الكبرى يعني لان البنات شي ماركات بحل توغيس بحل ميليروير بحل ماركات كبار كيكونو كالقاو مغيف لو بلايس كبار كينا نعد موقع وادوكس وبتخفيضات وبأتمينة اللي ووعرة كتجيبهم لكم وادوكس بس حتى هي تدير هاكا بلاستها معاكم واتاخدو من عندهم مهم هاد البلندر هادي واعراء البنات شكل ديالها انيق ملا مغكتو غيستة البنات تبارك الله كبيرة اجتت هزجوجات رو كتجي معها التحنة الصغيرة ديال العطرية ولا ديال القهوة شكل ديالها زوين بزاف فيها ربعه ديال السرعات وكيجي معها بباك كتجي هاك هاكواب باك هياو هاد توست طرع هادي ولا هاد الأهل ديال البانينه الصغيرة ولا ديال ليه توست كتجي هياو بباك فيهم بخوماس يواعراء بجوجوم يجب أن تأخذها كل واحدة بوحدة يجب أن تأخذها بجوجة تبقى على البنات غير 399 درهم بجوجهم سأقول لكم الأتميناء لأنها كتبقوا تساولوني على الأتميناء سوف نذكرها في وسط الفيديو سوف نذكرها معكم دابا بالنسبة للبنات والخلط الكهربائي سيقوم ب 380 درهم والآلة البانيني والطوستر 149 درهم ويجب أن تأخذهم بجوجة 399 درهم عوض 538 درهم ويجب أن تأخذ الوريقة للمدة عامين لا يوجد يوم سينية توقع فيهم أي شيء والتوصيل في المغرب يصل لك حتى الباب الدرعة صراحة موقع وادوكس يجب أن تسهيل سهل على المرة تأخذها ويجب أن تأخذها ويجب أن تخرج ويجب أن تأخذها 10 درهم ويجب أن تأخذها 20 درهم مناسب جدا هنا هنا يجب أن تتحن قرق ويجب أن تتحن كيف تتحن في هذه الطحانة الصغيرة وردية العطرية وقهوة لا أعرف ما أعرفت كيف تأخذها ويجب أن تتحن من الطحانة العطرية ويجب أن تتحن من المكونات يجب أن تتحن كيف تأخذها 1 قبيعة 1.5 قصة 1.5 قصة 1.5 قصة 1.5 قصة 1.5 قصة كوك وقم المصدر وقم الملد من الصاشيات تم تضيف الصاشيات وقم الملد من الصاشيات هنا نصف القهوة معصرة و نصف كاس ديال المسخون دوبوا فيه معلقة صغيرة ديال الناس كافي ضيفوها حتى هي و غد نزيد كاس ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة مع جوش خمارات ديال الحلوة صاشيات ديال الخمارة كنديرو جوش كنطحنو كل شي مزيان مزيان في الخلاط تديك سميدة كتتتحن ما كتبقاش ديال حبيبات ديالة بينين كتجي ديال البسبوسة خفيفة ما بين البسبوسة و الكيك صافي طحنت مزيان كل شي خديت هالطاوة هادي طاوة البنات العبار ديالة نخليه ليكم مكتوب مع المقادر ركن تقلتوليكم صافي غد ناخد البنات دهنتها بالزبدة و رشيتها بالسميدة رقيقة و غنخوي فيها الخالد ديال بسبوسة و شعلت الفران سخون على 180 دراجة و لعلى عفية مهيلة اللي غد دير فران ديال القاز حتى كتطيب العفية عليها غير من التحت حتى كتشدرها و كان هبطوها تشمعها كشوية من الفوق و نخرجوها مو ممكن تقدو لجنيبة ديالة لباش جي متساوي و ندخلها الفران هنا يدست خلت البلندر و الكاز ديال الخلاط و غادي ندوز نطحق ندير معاكم هاد الفطائر هادو اللي كي يجو ما بيالبغرير ما بيالنال كي يجو واعرين درجوش كيسان ديال المدافي مع معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز مع معلقة كبيرة ديال السكار سانيدة مع الملحة قبيلت تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة حسب الضوق كتديرو في السوائل المهو اللي والباش تحن ما ينسقش ليكم من تحت زيت خمارة وحدة ديال الحلوة و جوج معي القات كبار ديال الزيت نباتية زيت الرومية صافي هنا يا كل شي السوائل في الاول مع الخميرة وسكار و هذا النباتية من هنا سنجد قيدنا و لديك كبيرة ديال الجمح مع كبيرة ديال الزيت تعمل مع كبيرة ديال الزيت يمكن أن نصدق زياد الماء ستقوم بغير القياس سوف نقلب زوان ستقلب ستقلب كحفيف ثم تقلب ثم أكثر تقليل كمية قليلة تقليل ويكونوا تكتروا مقادر ويكونوا الماضي فارس ويخلط بشكل جيد ويأخذوا هذا القاس ويأخذوا هذا الدجن ويجبوه في الجنب إرتاح هل تخمر بشيء ويرتاح وعاد ندوز ونطيبو ومدروف شي حاجة اللي هتغطيوها انا نغطيه ونخليه في الجنب هاكي يخمر واحد شوية وعاد نرجع هاكي يندوز نطيبو معاكم سافي هنا يدرجوج مقيلات باش ضغي ينزرب عليه ها هو كيف ماشتو بعد ما كي يخمر كتبدا طالع بحل البغرير كيبدا خامر سافي تاخدو واحد المغير فاكت تخلطه تخويه من ذاك لهو اللي فيه وصافي يدرجوج مقيلات فقلبوطه هاد المقيلات حتاهو هالبنة ترى من موقع وادوك الصدقوه زوينين كيجي فيهم البغرير من ذاك الشي انتوما راغي فاطائر عادين وغتشوفو كابلين كيتتقبوا بحل البغرير سافي كان دهان المقيلة بشوية زيد ضروري باش يجيونا هدو كل فاطائر مدهبين ومنظر ديالهم زوين سافي هاد الباك ديال المقيلات هالبنة كان جاني فيه ثلاثة الكبيرة والمتوسطة وهاد صغير وورا هادي سافي هنة كيف مجتو كنت كنت احط ديك المغير فا اللي غه تقدني على قياس المقيلة وكتكت طيب وكتت تحمر من الدحت وصفة كنت اقلبها في المقلة الأخرى تكمل طيب دياله بجد تجيها وكنت اقوم بيش كاند اخرى كنت ندير فاة صغيرة باش يجي القياس على قده كنت بداء صغيرة باش يجي القياس على قده وعالي كنت ندير في الكبيرة يلي درتو في مقلة كبيرة يجبون هذه الأحيان و يجبون كبيرين يجبون مقبرة يجبون مقبرة يجبون حلالة مقلبة نضيف المقلة الأخرى نضيف المقلة الثانية نضيف المقلة الثانية إلى أن تظيف المقلة الثانية نضيف المقلة الثانية نعرف كيف يوجد بخل المقلة الثانية ومهما تبيتم فعلهم المقلة يجب أن يجب أن يكون صغيراً لن يجب أن يأخذ افضل يبقى تجلب هذه الأسفل وأعتقد أن يكون كافة جيدة قمنا بها وثيراً يجب أن تجد المقادير والميني كيك والبانكيك قبيض الملح سأضيف الأقشرة نضيف الأقشرة نضيف الأقشرة نقوم بسكار ثم نضيف بحليل ينضيف الأقشرة نضيف الأبناء نصف كاس الزيت نخلطه جيدا نضيف 4 كاس نضيف 4 كاس نضيف مباشرة نضيف مباشرة نضيف مباشرة نضيف محمل في المستهلة من طريقة الأول من خلال الكيك تضيف شوكالات سوف نضيف العلقة في المستهلة كيك سيطين طريقة سهلة يجب أن تنفع بشكل طوست 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 كيف مجتو؟ كي طيبو ضغياء صراحة كتشعل ديك البطون الخضراء صافي من اللي كطفة كتحلو كتطلو عليهم رأى اي حاجة كتخدم بالدولة بانيني لا اي حاجة رأى كطفة وحت شوية وعد كتترجع تخدم مش بحلة كتترتاح شوية لانك تكون تسخنات بزيف وكتعود تشعل والكرة الطياب كيجي فيهم زوين وجو صراحة واعرين المهم اللي مهتمة ولا اللي عجبها هادشي هنخلي لكم المعلومات دي الموقع وادوكس في صندوق الوصف وفي اول تعليق في اول تعليق هتلقاوا الرابط ديالهم ديال الواتساب شوفوا البنات بعد واحد الحجم اللي تدخلوا عندهم الواتساب بلما تعيطوا مو كلامة صيفتوا غير ميساجها البنات خليوا ميساج رأى كي يجاوبوكم داروري غا تسنوغي شوية لانك يكون ضغط عندهم في الواتساب غادي يجاوبوكم وغادي يشرحوا ليكم كينو حد سيد غزالة غا تتواصل معكم بلما تعيطوا لانك يكون ضغط مما يستقبلوش المكالمات واللي مشات عندهم تقول لي ومنطرف سناء الخوخي باش يحرفوها هكا على الجاية بانا شافت الفيديو ديال ذاك شي اللي شاركت معاكم وحتى كيعرفوك منطرفي باش ي اعطوك البخوموسيو اللي هدرت عليها انا وهات شي اللي كين البنات بعد ما طيبت الميني كي كيف ماشتو كي يجوا مدهبين كي يجوا واعرين زي انتم هكا بخطيطات ديال الشوكولات هلا ما بغيتوش ماشي ضروري رفيهم الشوكولات الداخل وهناي البسبوسة بعد ما طابت كي تجي خفيفة كي تجي خفيفة بزة انا وجدوا لها السوصلة الكريمة اللي غنسقيوها بيها هنا كاس ديال الحليب هنزيد عليها النص كاس ديال القهوة مع السرانة راع السرط القهوة هلو بديت البسبوسة تقدروا تديروا غنس كاس ديال المسخون مع الشاشي ديال نيس كافي ولمعي لقى صغيرة نيس كافي ساشي ديال كاكاو المر نضيف سكار سانيدة نخلطوا كل شيء مع الحليب وهو برد كي يدوب لنا نشاو سكار الكاكا وهم كل شيء تخلطوا حتى كي يدوب ومن بعد كتضيفوا لهم شوكولات انا نضيف هاد طريف ديال شوكولات فيها تسعة ديال تسعة تلقي طعم ربعين ودرتها فق البوطة تغلى هاكاية مع التحرك هاكاية مع التحرك هاكاية لما وريتكم شهد هادي ديال العطرية كيفاش كتخدم هاكاية تستعمل تخشيو لاذاك جليدة ديالة دارو وراذك جليدة تحيييي تنظف و ترجعوها تضعوها كين واحد الخط لي كي يشد ذاك جليدة بليك تضعوه كتلصق في ذاك الخط تخويو ذاك شي اللي بغيتو في ذاك البلاستيكة وعادة من بعد كتزيدو علي هادك الراس اللي كيتحلي فيه المسعد كتديروها بالمقلوب وكتقادوها منتك تسدوها في واحد سنينة هاها هي هادك سنينة خارجة كتتسورد كتتتحطوها مقاعد دقريب لذيك البلاستيكة كتتقادوها مزيدا وكتسورتوها كيف ماشتوها في ربع ديال السرعات كتتتحكمو وفي هاد البوطونة الجري اللي تحتجاه هادي كتتحنو نيشان بسرعة عالية لابغيتو سرعة مجهدة كتتكليكو نيشان على هادك البوطونة الجري وصافي كيف ماشتو لاماكتو غيست هاد الماركة هادي قاع الحويش ديالة كي صدقو من موقع وادوكس صافي البنات هنا هايا بغيت نتحن معاكم غيشي حاجة باش نوريكم كيفاش حتى للبنات لي مهتمين و بغاوي ياخدوها يعارفو كيفاش كتتستعمل صافي هنا ايبعد ما غلات لي الكريمة كتبدا تغليع صافي اخديت البسبوسة تققبتها زيان بدك الكيغدون بدك العود وغادي نخوي ذيك الكريمة البسبوسة رابيرد اولك الكريمة رات طيبة من البوطة كتخويوها فيها لانا كتبرد كتشد دراسة كتعقعد وصافي وكن نسرح ذيك الكريمة على الوجه ديال البسبوسة كاملة تتغلفوها بذيك الكريمة كتقدو لها الوجه ديالة ونخليها فجدا حتى تبرد هكايا ديروها في تلاجة تكتبرد الكريمة وتشد دراسة وغادي ندوز نقطعها معاكم كتقطعوها مرسويات بشكل اللي بغيتو انا ايا هنا يزقلك العبارات ديرو ميستارة المناس نغم المخصي نقطع بشكل مرسويات اللي يكونوا متساوين انا جيت تل المرسول الاخر وخليته كبير صراحة بغيت شكل ديالة يجي مقاد باش نتصورها معاكم هذوك الطريفات صغيرة اللي شاطونية في الجنب حييتهم وخليت ديكل مربعات مقادين حاولوا تقطعوها مقادة هنا هرمشت شوية ديال القرقع لانها دايرة في هالقرقع انتو ميلة طحنتو غير حفينا يعني اما حفينا تلوز كتطحنوها وديروها معاها في الخالط وزينوها باللزم هرمش ولح فينا ديال ولح تاكا وكاولا عندكم تهو طحنوه وديروها معاها في الخالط وزينو بيه من الفوق ومدكش اللي درتو فيها الداخل هو اللي غتزينو بيها انا هرمشت شوية ديالقرقع وزينتو بيها هكا من الفوق كتجي خفيفة كتجي رائعة وحد الماداق فيها ووعر ديال القهوة وشكلاد زوينة غيجربوها وهنا يا البنات بالنسبة لهد المادلين و لهد الميني كيك انتو ماشوفو كيفاش كيجو من الداخل الرطبين وطايبين من ذاك الشيز عمرو كيبقى ولاخضرين لوالو كيطايبو مزيان تقدروا تديروهم في ذيك الالة ولا تديروهم في هذو كليمول ديال الميني كيك كيبقى لكم اختيار ولا طايبو مغيف حال البانكيك مهم هادا البنات الفطائر وكل كيقولين الخنفار مهم هادو كيبقى وفطائر بالماء كيجو مبتقبين كيجو واعرين مع العسل كانوا اقتراحات اقتصاديين وسهلين لنفعوكم الحيرة ديالقوتي ديال الأسبوع كامل إلا عجبكم الفيديو ما تخرجيش خلي واحد لايك وكومونت غاكلت الجيع فقط وهنا غايسالي الفيديو ديالي معكم غنقول لكم سلام عليكم تلقاوا فيديو جديد إن شاء الله شكرا شكرا شكرا